السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا كلها بنحاول نربي أولادنا بأفضل طريقة ففي من ضبن الطرق الجملة جدا لأنه المتشر على مصدر العالم طريقة اسمها ماريا مونتوسري اسمها ماريا مونتوسري دي ولدت في إيطاليا عام ١٧٧ وهي كانت مديرة للمدرسة لزوء الاحتاجات الخاصة فالنتاج بتاعتها كانت مبهرة جدا فقد هي بتسعيل نفسها يعني الناس كلها ما تشكر في نتاج الطلبة الأساليب بتاعتنا دي لو طبقناها مع طلبة عاديين هيحصل لهم ايه؟ يعني اذا كان الطفل اللي هو عنده مشاكل قدر نهو يتعدى طفل العادي طب الطفل العادي ده لو احنا عملنا مع الأساليب ديت فبدأت تعمل الأساليب دي وفينا مصلت لنتاج كتيرة جدا فالناس بدأت تهتم بالموضوع فهي عملت شوية كتب والكتب دي نتاج منها اللي بقى فيه مدارس وحضنات كتيرة جدا مبتمية بالموضوع ومن شدة تأثيرها اترشحت لجهز نوبل ثلاث مرات وفيه مؤسسات كتيرة جدا عم في طبق العالم وفي وطن العربي مهتمية بالموضوع دوت هي عاملة كتيرة جدا في الموضوع تدريب الطفل لطريقة المنتصرية سير الطفولة اكتشاف الطفل كل الإنسانية كامنا الطفل في الأسرة من الطفولة للمراحقة المرش التعريمي الصغار ومشاء الله يعني من دون الحياة المشرفة كانوا بيسألوا لاري بيج وسيرجي براين اللي هم قاسين جوجل ايه سر النجاحهم؟ هل هما بسبب ان الاباء باخدين جايزة دكتوراه باخدين دكتوراه في الفيزياء وناس علماء كبار؟ او لا احنا سبب النجاح ان احنا تعلمنا بطريقة المنتصرية هذا العام جوجل الانترنت سيرجين التي تتحرك لكم مع كل الموضوع في العالم فعلت اكتشاف وكانت اكتشاف الطفولة وكانت اكتشاف الطفولة للمشاهدين الذين قاموا بها في عام 19 لاري بيج والسيرجي برين المصدرات والموضوع كانوا جميعا 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 انتركوا في الأمريكال ثم فهي جماعي، يؤيد حتاها سبقا في الحقيقة ولكنهم لا يجب أن يؤدي أدن سنجرب فتحرين يقولون إلا بنفسي نحن نجرب من المسطولين وحاول قلن تطلق طريق العديد وكبالات مستشفى في نفس النارة وكبالي مشكلات الإجابات توجد شراء من تفاوين حالرين من أعرف أين نحن جوجل و جوجل ستأخذنا الى الثاني وهي دي احسن طريقة وبكده بشي يكرر موضوعات تاني لا بيقولك الضرب وده والزعيق والتخلف دوت بيعمل طفل النزامي طب ايه الحل الحل ان انا اول حاجة اوصل لمستوى بصره يعني احنا الاتنين بقى في نفس المستوى البصر ما فيهاش ابقى انا واقف واتحت لأ اوطي واروح ابقى عناية في عينيه واحضنه تمام يعني الحضن دوت بيخليه يحس ان احنا قربين من بعض وان احنا الاتنين في نفس الارتفاع دي هتبقى كواسي جدا تمام مع اساس ان بقى فيه تواصل بيننا وبعد كده تبص في عينيه وتقول له ما تعملش كده تاني لان ده غلط لو لو مست الكهرباء هتصب بضرر وهنروح للمستشفى والطبق المسلا الازياز الدوت تكسرته ده طبق ازياز ممكن يعورك وممكن لما يتكسر تجي حكا في ايديك وتعورك فما تعملش كده تاني وتكلموا بالراحة هيبدأ استوعب ولو عملها مرة واثنين برضو كلموا بالراحة بس يعني تاني مرة يبصروا بصرامة وقولوا لا ما يفعش وانا هزعل منك يعني خلي فيه الصرامة شوية تمام يعني دي على سبيل المثال تمام وممكن يكون فيه اختلافات من الاطفال بس هي دي دي على تبقى دمنا افكار كويسة برضو ان هو ما بعملش مدار فصل اولة او تاني او تالت او بحاول يخلي الاطفال في نفس الفصل بحيس ان الكبار يتعلموا الكيادة والاطفال الصغيرين يستفادوا لما يعودوا مع الاطفال الكبار وهي بتحاول تجيب طرق مختلفة لتنمية الزكاء يعني حتى اوديسون نفسكم بيقول ايه تراجملة جدا ان انت تتعلم من خلال اللعب وحتى دلوقتي ايه الجيم ادوكيشن يعني عايزين نعلم الطفل من غير ما حيث نوه بيتعلم يعني منجرد نوه بيلعب انت رخطت طفلك ومشيت معي وكل ما تشوفوا حاجة ايه دي بابا تقوله دي كازة ده برج ده كازة لا دي بتتعامل كازة ده عشان كازة ده اسلوب حلو اسلوب وحش الطفل بيبدأ يتعلم من اول اليوم يتولد فيه عنده استعداد وممكن يكون عينيه لسه ما تكوناتش بس هو السامع بيكمل وعنده سبع شهور في الرحم يعني قبل ما يتولد بشهرين بيكون السامع ده خلاص اكتمل ويدر يفرق فلما مثلا تريد نور وتقوله ده نور خلاص بيفهى تدفد نور وتقوله ده درام بيفهم تمام بيدا استوعب فاول ما يبدأ ينطق يبقى هتلاقي خلاص بلبل معك في الكلام اللي هنا هو خلاص بيستوعب الكلام دوت الاطفال شوفت انا تجربة الاطفال عندها ست شهور بيجيوا مثلا كرة دوارية ومستطيل ولمستطيل يعمل الحاجة غلط يضرب الحاجة ديت وبعد كده فالتاني يجري فالتاني يضربه فيقوله من الخير ومشارقة بيعرف ما شاء الله يعني بالفترة بيعرف الحاجات ديت فاحنا لازم نستثمر في الطفل ولازم نشوف حاجات حلوة فيه في حاجة ألعاب تعلمية كتيرة ممكن تجيبها وممكن تعملها في البيت يعني ممكن ألعاب تعلمية كتيرة جدا تعملها تزود طفل وفي نفس الوقت بشكله في كل الشيلي على سبيل المسال مثلا دي لعبة مثلا جايبينها مثلا اول ما شوفك كده بتاعتي دي يعني هي الفكرة كلها ان انت تقدر تتحكم او الطفل يقدر تتحكم في ان هو يحرك مثلا شكل في قلب مصار معين تمام فده بيدي له مهارة في التحريك مثلا تمام كل بتبدأ تنمي المهارات اللي عنده بشكل دوت تمام تقدر تعمل حاجات زي كده وممكن مثلا من ضمن الالعاب اللي ما كنت تعملها في البيت ان انت تجيب مثلا مكارونا ماشي بس قبل ما تقلهاش بعد كتجيبها لأ مكارونا لسه نشفى وتجيب مثلا الخيط وتبقى تخليه يدخل الخيط في قلب المكارونا بحيث ان انت تعمل عقدة او تجيب عقدة في الكوه وتلدموه مع بعض مثلا ده هينمي واي حاجة هو هيعملها بايديه ده هينمي عنده ان هو عنده نجاح عنده ثقة في النفس فمهم جدا ان هو يعمل اي حاجة يعملها تقول له برافو سقف له فده هيديله شجاعة ويعرف ان هو يقدر يعمل ويقدر يشغف حاجات حلوة ففيها فكار حلوة اتمنى ان احنا نهتم بنحنا نقرأ بعض الحاجات نشوف فيديوهات نطلع على الموضوع ممكن تشوف مكاريات كده بسيطة تقراها وتطبقها تشوف الالعاب وش هازم تشتريها لو هي غالية ممكن تعملها انت في البيت يعني كلها افكار بسيطة بس يتخلي الطفل يبدأ يستوعب تمام يعني مثلا من ضمن الافكار برضو في حكاية انت بتحكي الطفل لقصة ممكن تجيب بعض الصور لاجزاء من القصة وانت بتحكيله تقول له اول جزء من القصة بس يبدأ يفكر بش مجرد بيسمع وخلاص ممكن تعمل حاجة برضو فكرة كويسة جدا ان انت بتحكيله تقول له ايه انا احكيلك قصة بس الزئب والارنب تمام بس بشرط الاول ما تسمع كلمة الزئب او تسمع كلمة الارنب تفع على كلمة معينة في القصة تسقف تمام فده بينامي عنده حاجة حاسة تركيز في الكلام وانت ممكن تكون انت بتندهو وبيلعب فهو بش مراكز معيك تمام فانت في سكره انه مسمعش كلام وتعاكبه هو اصلا يعني ما اسمعش ما اسمعش هو مش مراكز معي فانت لما تعلمه ان انت وانت بتحكي القصة اول ما تقول كلمة اسد مثلا يثقف خلاص يبدأ يركز في الكلام ويبدأ يستوعب ويبدأ مقدرته تزيد على الاستيعاب وده هيفيده جدا جدا ان شاء الله في حياته اتمنى ان احنا فعلا نبدأ نستثمر في اولادنا وربنا نبارك فيهم